في السعودية استعدوا 6 ملايين طالب وطالبة لبدء عامهم الدراسي الجديد غدا بشكل افتراضي بسبب أزمة فيروس كورونا وزارة التعليم السعودية خصصت منصة مدرسة التي سيتاح من خلالها كافة إجراءات العام الدراسي للطلاب التي سيكون الحضور فيها إلزاميا من خلالها سيتم شرح المواد التعليمية ستتيح إمكانية التفاعل بين الطلاب والمعلمين إلكترونيا الوزارة أوضحت أن الدراسة ستكون عن بعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع وعن بعد للمقرارات النظرية في الجامعات والتعليم الفني وحضوريا للمقرارات العملية على أن يتم تقييم الوضع وآلية الدراسة بعد انقضاء الأسابيع الخمسة الأولى أو حتى قبل انتهائها نتحدث في هذا الموضوع مع ضيفنا من جدة مدير مكتب جريدة الرياض في المنطقة الغربية وليد العمير أهلا وسهلا بك إلى حوارات المساء أستاذ وليد هذه تجربة ربما كان جديدة نهاية العام الدراسي الماضي أيضا كان في تعليم عن بعد لكن برأيك كيف سيكون بداية هذا العام مختلفة عن الشهرين الأخرين من العام الماضي التي أيضا كان فيها إغلاق للمدارس مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين الاختلاف أعتقد في المنصة الجديدة أما في حل الإشكاليات القائمة أصلا فلم تحل لم يستفد من التجربة حقيقة بالشكل الذي كنا نتوقع يعني أنت أنت أمام وضع إجباري الوضع التعليم عن بعد إجباري وليس اختياري ولكن خلال سبعة أشهر الماضية كان يفترض أن يكون هناك حلول أنا أتحدث عن حلول لمشاكل من هم في القرى من هم في المناطق النائية البعيدين الذين لا يمكن يحصلوا على انترنت متوفر بسرعات كافية ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطعون شراء أجهزة فبالتالي هذه الإشكاليات كانوا يفترض أن يعمل حسابها منذ بداية بيد الجائحة خاصة وأن لم يكن هناك متوقع حلول أو وجود لقاحات بشكل سريع فبالتالي كانت المشكلة متوقعة الآن المنصة الجديدة عمل يعني نتمنى أن يكون احترافي وإن كان بدء تطبيق التجربة قبل 45 دقيقة تقريبا الساعة السابعة بتوقية السعودية بدأ تجربة المنصة ولم يبدأ من أسبوعين أضف إلى ذلك أن التردد في أن يكون التعليم حضوري أو إنلاين يتأخر إلى ما قبل أسبوعين فبالتالي أعتقد أن تردد الحاصل في وزارة التعليم غير صحي الاستفادة من التجربة يفترض أن يكون لأن هذا وضع جباري ونتفهم أننا مجبرين على هذا الوضع صحة أبناء أنا أولى منها الحضور للتعليم لكن يفترض فيهم وهي وزارة التي تقود مفترض الوزارات الأخرى في ناحية التعليم وناحية التطور التكنولوجي الجامعات السعودية لديها تجربة غنية في موضوع التعلم عن بعد خاصة في الجامعات الجديدة التي تقدم موادها النظرية بالكامل عن طريق التعليم عن بعد المواد العملية والعلمية هي التي يكون فيها حضور الآن في موضوع التعليم أو في موضوع المدارس أبناءنا الجيل الحالي متطور في الناحية التقنية أكثر منا بكثير وبالتالي لن يجد صعوبة في التعامل مع هذا ولكن هناك صعوبات خارجية لوجستية الوزارة معنية بحلها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى هل تعتقد بأن الفترة فترة الخمس أسابيع الأولى كافية لتقييم التجربة هل يجب أن تكون فترة أقل ربما فيما يتعلق بسلبيات وإيجابيات هذه المنصة وهذه التجربة لا أعتقد أن الموضوع سيكون مرتبط بنجاح التجربة معنى التجربة التعليم عن بعد ولكن الموضوع لا زال مرتبط بكورونا وهو حل واقع مجبرين عليه فبالتالي لا أعتقد أن الموضوع سيكون مرتبط فقط بنجاح التجربة التعليم عن بعد ولكن أنت في واقع يجب أن تستفيد منه الآن بإمكانك حتى وإن تجاوزنا مرحلة كورونا أعتقد أن مسألة التعليم عن بعد للمواد النظرية حل جيد في سبيل أن تبقى الحضور الطلاب للمواد العلمية والعملية حتى على المستوى الابتدائي ومتوسط بإمكانك أن تجعل الطالب جزء من نهاره وجزء من يوم الدراسي أونلاين وجزء حضوري فبالتالي الاستفادة والتركيز على الإيجابيات بإمكانك أن يقدم حلول باستقبلية رائعة الآن أنت مجبر عليها إذا لم تأخذها في هذا الوقت متى تستطيع أن تأخذها أستاذ وليد اسمح لي أن أسأل وعذرني على عدم الطلاع الكافي هنا ربما بالنسبة للمدارس هل هذه المنصة تشمل مدارس الحكومية والخاصة هل في شيء مختلف مع المدارس الخاصة إذا كانت في مدارس خاصة بمناهج مختلفة أو بطريقة مختلفة أم أن الكل سيكون مرتبط بهذه المنصة منذ نهاية العام الدراسي الماضي كانت المدارس الأهلية لها منصاتها الخاصة أو استخدام للتطبيقات الحالية تطبيق زوم كانت تستخدمه بعض المدارس الخاصة للشرح والتواصل الآن المنصة الجديدة لا أعلم إن كانت ستكون إجبارية على المدارس الأهلية أو لا كل الأمور غامضة أنا أشير لك أن العمل التجريبي أو تجربة المنصة تمت قبل 45 دقيقة فبالتالي متأخرين في التعاطي مع الجانب هذا لكن بسبب ضبابية اتخاذ القرار في الحضور أو عدم الحضور هي التي أجلت كثير من الخطوة في النصف دقيقة الأخيرة برأيك أستاذ وليد في المناطق النائية هل كان مطروح ممكن أن تذهب إلى المدارس إذا كان الأعداد قليلة في المناطق النائية التي قلت أنه الانترنت فيها شوي صعب باختصار ولو حضروا وأصيبوا أعداد كبيرة بينهم ستكون ذكارثة أكبر لأنهم لا توجد لديهم مستشفيات ومراكز صحية متخاصة تتخدمهم فبالتالي هم أولى بأن توفر لهم الخدمة ولكن ليس بحضورية وبالتالي تحدث ما لا يحمد عقباء إن حضروا وكان في مساحة 50 متر مربع تتوقع أن يحضر 40 طالب فبالتالي مشكلة مشكلة كبيرة لكن الحلول بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومع شركات المشغلة للإنترنت يفترض أن يكون هناك حلول من نهاية الفاصل الدراسي الماضي شكرا جزيلا لضيفي من جدة مدير مكتب جريدة الرياض في المنطقة الغربية وليد العمير